إنهم يقرعون خزان المشروع الاستيطاني ويشقون طريقهم صوب أراضيهم المصادرة منذ العام 2002 هنا في بلدة كفر تلس جنوب شرق مدينة قلقيليا شمال الضفة الغربية تمكن عشرات الفلسطينيين من اشتياز بوابة جدار الفصل العنصري خلال وقفة احتجاجية ردا على سياسة الاحتلال الرامية لتقييد وصول المزارعين لأراضيهم اللي بيصير في هذه المنطقة حوالي عندنا أكثر من خمس آلاف دولوم يقعن خلف هذا الجدار الفصل العنصري منذ العام 2002-2003 تم إنشاء هذا الجدار بطول حوالي خمس كيلو يمنع وصول المزارعين لأراضيهم ويمنع أيضا كان هناك طريق رابط بين كفر ثلث ورأس طيري وصولا إلى قلقيلي تم إغلاقه في العام 2003 من كبل قطعان الاحتلال والمستوطنين عبر هذا الجدار وفيما يمنع المزارع الفلسطيني من الوصول لأرضه تحت وطأة القرارات العسكرية الإسرائيلية توافق حكومة الاحتلال لإطلاق العنان للمشروع الاستيطاني من خلال بناء 1400 وحدة استيطانية في مستوطنة الفين مناشي حسب تقرير معهد أريج للأبحاث الاحتلال الإسرائيلي في توسع الاستمار الذي يسعى إلى حفاظ على التواصل الجغراف فيما بين مستعمرات امتداد الفين مناشي وصول إلى كرني شامرون وإلى عمنوئيل المستعمرات المقامة على أراضي جنوب نابلس وصول إلى مستعمرات المقامة على أراضي الغور تعزيزا لسياسة الفصل الذي بمجبها سيتم فصل محافظات شمال الضفة الغربية وبصورة موازية لتصاعد هجمة الاعتداءات الاستيطانية في الضفة الغربية تشهد المقاومة الشعبية ضربة العمل الميداني في خطوة للتصدي والصمود لإحباط المخططات الاستيطانية لا يسعى الفلسطينيون فقط لاختراق بوابة جدار الفصل العنصري بل يطمحون للوصول لأراضيهم المهددة بالمصادرة بحرية وإزالة هذه الأسلاك الشائكة التي تقيد مستقبل المنطقة لصالح المشاريع الاستيطانية خالد بدير قناة الغد من بلدة كفر تليث جنوب شرق قلقيليا فلسطين